بين الديبلوماسية اللبنانية ومفوضية اللاجئين والأمم المتحدة أي بمعنى آخر المجتمع الدولي الأمور ليست على ما يرام فقضية إجراءات وزارة الخارجية اللبنانية بحق مفوضية اللاجئين لازالت تتفاعل وقد حطت على طاولة الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليب بوغراندي في جونيف نحن بدنا حل أزمة اللبناء ما بقى فيه تحملها لأنه اقتصاده لحينهار بوجود مليونين نازح والاجئ على أرضه وببساطة لأنه السياسة المعلنة يلي محطوطة على موقعهم هي منع العودة المبكرة هي سياسة مرفوضة منه نحن ما عم نطلب منهم هن يشجعوا أو يطلبوا من السوريين أن يرجعوا ولكن السوريين يلي هن يراغبين يرجعوا شرحنا له الإجراءات يلي عم تعملها على الأرض المفوضية العليا اللي عم بتأدي إلى إخافة السوريين من العودة ووعدنا أنه هو لحيتحقق منا لأنه مثل ما أنا عم بتصير قالنا هو ما بيقبل أنه تكون عم بتصير به هيدا الشكل وقلت له أنه نحن هيدا إجراءات أولية أخبناها وأنا مستعد أن أرفع هالإجراءات إذا شفت بشكل ملموس هالسياسة المعتمدة بلبنان عم تتغير كما أنه مستعد أن نزيد هالإجراءات إلى كتير إجراءات أخرى وإضافية ممكن تنعمل إذا شفت هيدا الأمر منه عم بيتغير الوضع في سوريا وأزمة النازحين بحثها أيضا الوزير جبران باسيل مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا في المقابل وعلى وقع كلام باسيل ولقاءاته في جناف برز بيان السفير الألماني في بيروت مارتين هوث المرسل بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز قال فيه أن المجتمع الدولي مستاء من الاتهامات الكاذبة المتكررة له بأنه يعمل على توطين اللاجئين في لبنان وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك تماما العبء الثقيل الذي يحمله لبنان باستضافة أكثر من مليون لاجئ والكثير مننا يبذل كل ما في وسعه لتخفيف العبء مذكرا أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ملتزمان تماما بعودة اللاجئين في نهاية المطاف إلى سوريا وختم هوث بالقول رغم أننا لا نعارض العودة الطوعية لسوريا فأن الظروف في هذا البلد من وجهة نظرنا لا تسمح بعودة شاملة للاجئين في الوقت الراهن